كنت بس معه من 4-5 سنين نزل أغنية كده وعجبتني جداً وعجبت الناس جداً وبقيت شغالة في مصر كلها وما بيطلعش في لقاءات يعني يعمل الأغنية ونتبسط بيها ونسمعها وفينه؟ لأ ما بيطلعش في لقاءات غاب شوية بعدين نزل بألبوم الألبوم جامد جداً وبسمع كل أغاني طب فينه؟ برضه ما بيطلعش في لقاءات الناس بتطلبه طب قلت بقى لأ لازم يكون ضفنا في حديث المساء أغاني مميزة جداً أغاني مش أغنية والسلام فيه كلمة فيه لحن فيه صوت فيه إحساس ملحن يعني مش بس هو بيغني وطلع ملحن أو ملحن لكبار الأسماء منهم والجسار منهم الشيرين عبدالوهاب هقولكو كل التفاصيل طبعاً حاولت أدور كده بقالي أسبوع عن أي معلومة شخصية أي معلومة تفاصيل مفيش فيه سرية شيء من السرية حوالين مطر بالمستقبل زي ما أنا قلت في أول حلقة وناس كتير قالت عليه كده قلنا هو المطرب اللي جاي صوت مميز جداً وصعب نلاقيه فيه أصوات حلوة كتير ولكن الأصوات المميزة صعبة تلاقيها كارزمة موهبة إحساس وهو بيغني برحب به معانا في حديث المساء في أم بيسي مصر المطرب أحمد زعيم أحمد زعيم نورني أهلا بيك أهلا بيك يعني إحنا اللي مش عارفين نقول لحضرتك إلا أنك نورتنا وأنا عارفة أن أنت قليل الزهور وبعت إدارة حلقة خاصة وعدت الناس بحل أفنية مميزة وأنا قلتني النهار ده قد وعد يهوفي به ألا في الأول عايزة أعرف الناس أكتر على أحمد زعيم لأنه زي ما قلت أنا نفسي ما عارتش أجيب معلومة خاصة إني عايزة أعرف متخرج من إيه بدأت المشوار إمتى هل زي ما استماعت أنا في 2014 كانت أول أغنية دي البداية ولا كان فيه قبلها يعني حكينا عنك شوية 2013 في الوقت ده كان فيه غنوة اسمها حب وراح دي كانت عملت صدق دي كانت بدايتي وأول غنوة رسمية لي كانت حب وراح إنما أحمد زعيم إيه؟ أحمد زعيم تماما متخرج من كلية تجارة شعبة محاسبة يعني بعيد تماما عن المزيكة حتى الأسرة عندي ملهاش علاقة بالفن ومش عايز أقولك إنه هما كانوا معطردين لا مش معاق يعني الموضوع بالنسبة لهم يعني ابن ابنهم يكون حد عندهم موسيقي أو في المجال ده لا بعيد عني آه يعني بس إنما أنا من الوقت الالتالي كنت بمارس الموضوع حب جدا حب بالمزيكة عموما مش عاوز أقولك إن أنا كنت بحلم إن أبقى مطرب ولا في نفس الوقت إن أنا بحلم إن أبقى ملاحن لا أول مجال كله على بعضه كده أنا بحبه بحب إنما بسمع المزيكة قوي بحب أغاني أي غنوة حلوة مش شرط مطرب معين يعني لو فيه اللوني اللي تعجبت آه أنا مش بتابع مطرب معين يعني الناس بتقولي آه أنت أكيد بتتابع مطرب الفلاني لا خالص ما هو ممكن المطرب الفلاني يعمل غنوة أو زوء مش عاجبني مش عاجبني بسمعاش فده يعني الملخص الملخص